وافق مجلس نواب خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار وذلك في مجموع مواده مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة وحسب المشروع ينشأ صندوق يسمى بصندوق دعم السياحة والأثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره ومحافظة قاهرة ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والأثار جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يواصل خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين بدأت الجلسة بإحالة خمسين تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها كما تمت إحالة ستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس تلا ذلك استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الصندوق السياحة والأثار بعدما وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في الجلسة السابقة تعديل في المادة وتعديل مش جوهري بس حيكون يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تبقى لمسمى الهيئات الاقتصادية في الدستور كلمة الهيئات العامة الاقتصادية ويمكن التعديل ده قام المجلس المؤقر به اعتماده في قانون المالية المؤحد في كل مواد القانون النص اللي جات بيه الحكومة كان بيقول وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضاؤه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة جات اللجنة وعدلت هذا المقترح وقالت وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضاؤه من المعينين بصفتهم الحكومية في القيام بأمر محدد أو مهام محددة في إطار تحقيق أهداف الصندوق وجهة النظر اللي عندنا هو العودة إلى النص الخاص بالحكومة لا سيما ماذا هو الحل؟ إذا كانت هناك مسألة أراد فيها رئيس الصندوق أن يفوت أحد العاملين من غير صفتهم الحكومية في مسألة غير مختصة عنها وبعد المناقشات تمت الموافقة على مشروع القانون في مجموعة عقب إجراء بعض التعديلات مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حيث تقدم عدد من النواب بآرائهم ومقترحاتهم أنا وافع على هذا القانون لأن هذا القانون من القوانين المهمة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل أو ترخيص المنشآت السياحية عايز أقول أن هذا القطاع قطاع واعد وبيشهد تطور ملحوظ نحن بنعد القانون مضى عليه خمسين عاماً لا يتواكب مع المرحلة التي تعيشها مصر وأيضاً التطور السريع في مجال السياحة يمكن هدف تحقيق الشباك الواحد ليس في قطاع السياحة فقط يمكن ده نهج تنهاج الحكومة أتمنى أن يكون هذا النهج على مستوى القطاعات لأن فعلاً قطاع السياحة هو أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية وأيضاً أحد مميزات الدولة المصرية في مقامتها في مناخها وفي وضعها على الخريطة السياحية هذا وقد انتهت الجلسة بمناقشة ثماني عشرة مادة في مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية والموافقة عليها على أن يتم استكمال المناقشة في الجلسة القادمة موسيقى اشتركوا في القناة